بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع الثاني ميوكس ميمبران نفس ask هو مرض مزمن احضر computrina الأغشية المخاطية وهو مرض autoimmune heterogeneous origin with tissue bound auto antibodies produced against any of a variety of basement membrane components باختصار هي عبارة عن auto antibodies بتتلع وبتروح على الكمبونيات لتحطم الروابط من الخلايا all of which produced similarly manifestations at least twice as common as benfugus vulgaris نسبة الإصابة فياته ضعف نسبة الإصابة من benfugus vulgaris term benfigoid نستخدمه لأن clinically الأعراض التي نشاهدها في العيادة كثير تشبهها لكن هناك اختلاف بين benfigoid الاختلافات الجوهرية صراحة histo-bathological بصور الميكروسكوب وكما نستخدمها البروغنوس and microscopic features of benfigoid تمام الأولى البروغنوس الثانية however are very different بمثيقة ميكروسكوب ميكروسكوب ميوكاس ميوكاس استخدم المركز على المرب من المنطقة ميوكس ميوكس ميمبرين صيكيتريشيال وهو من المنطقة سكار الآن نرى كيف اصاب الشباب من الشئ كأنه من خاف المريض يطلق على ثقاف عندما كنت جهيه عندما كنت جنكتف الميوكوزة عندما تعيت الميوكوزة ملتحمة العين there is significant scarring مصير فيه خطير يعني يحدد البصار المريض that results in blindness نتيجة نهائية العمى ما لم يتم التدخل لمعالجة المريض بشكل ايش تكون المعالجة early في هذا المرض كلما كانت المعالجة early كلما كانت الموضع أحسن لنقل حياة المريض لنقل بصر المريض وعلاء interestingly the oral legion seldom exhibit this tendency for scar formation يعني غالبا انه scar is high تمام نادرا ما ان نشوفها بالفم the oral legion seldom exhibit this tendency of scar formation the clinical features عندما يأتي المريض ممكن اشوف بداية ان نتحدث عن العمر الأفريج هون من 50 إلى 60 بالمرض اللي فوق كان 50 هون لاحظوا الفيميل are affected more frequently than males 2 إلى 1 يعني الضعف بينما في المرض السابق كان no sexual predilection ما فيه كان الميل نفس الفيميل بينما هون فاحتمالية ان الاناث يصبح عندهم Psychiatricial binphygoid او اسمه الثاني ميكس من 2 احتمالية 2 إلى 1 فالإناث اشيع واكثر احتمالية انهم يصابوا بهذا المرضى بنسبة 2 إلى 1 Oral legions are seen in most patients اغلب المرضى يكون عندهم Oral legions اماكن اخرى ممكن يصبح فياته Psychiatricial binphygoid الملتحمة العين الانف نازل المريء الحنجرة فجانة الميكوزة الميكوزة في الأعضاء التناسلية الانثوية As well as the skin ممكن نشوفها غير Oral legions في الكنجنكتيفة في الانف الاسوفيجيال الرنجيال Vaginary mucosa As well as skin هذه السبع مناطق الأخرى غير Oral legions طيب بالرغم من انه قليل ما نشوف عند مرضى Psychiatricial binphygoid cutaneous legions اذا طلي عندهم cutaneous legions تكون تنس لاحظوا هناك في المرضى الأول المنفيقاس vulgaris لا كانت تنس هنا تنس تنس نسبة الإصابة 20% من المرضى المصابة Oral legions begin as physicals or pulla that may occasionally be identified clinically ممكن حلو راحظ كيف احيانا may be identified may be occasionally identified clinically ممكن احيانا نقدر نشوفها بينما مع فكرة Oral legions حكينا هناك بتكون ulcers or erosions وصعب جدا ان نشوف بولا في البنفيقاس vulgaris وكان السبب انه كانت جدرانها رقيقة وبالتالي ما تلحك تطلع والله صغير لها rupture انفجار وتقلب ulcer او erosions تمام بالضبط مرض البنفيقاس مرض البنفيقاس بانواعه الاربعة بالذات الفلغاريس rarely display such blisters بالضبط يعني مرض البنفيقاس نادرا ما يكون عندهم بلسترز زي اللي منشوفها في مرض السيكتريش البنفيقويد طبعا this is probably السبب because البنفيقويد بلستر البنفيقويد المرض اللي نحن فيه form in a sub epithelial location ممتاز sub epithelial في المرض الماضي لما شفنا صور الهيستولوجي كنا نحكي intra epithelial بارة بازل يعني حوالين ال basal membrane صح ولا لا يعني كان ال basement membrane ال basal cell layers كانت مش مش مشمولة بالمرض ما كانت تنفصل عن الطبقة تحتها هون بالعكس هنا البلستر يعني تتكون في منطقة ال sub epithelial يعني تحت طبقة ال epithelium كلها producing thicker طبيعية تكون thicker لانه نحن هنا نزلنا بطابقة لتحت شملنا الباسمنت من brand معنا شملنا ال basal cell layer فبالطالة ستكون البلستر thick thicker stronger roof than intra epithelial ثلائتك بنفصل بلستر يعني هاي الخاصية جميلة ومهمة انه هنا رح تكون شوية جماعة اقوى رح تكون بلستر جدرانها اقوى رح تكون دويموميتها اطول انفجارها وتحولها لألسر او ايروجين رح يكون بد وقت اكثر السبب يا جماعة الخير نرجع للصورة اللي فوق الصورة اللي فوق لاحظوا هون الباسمنت ممبرين هايو كان سليم ومره مية مية بينما لما نحكي عن المرض اللي احنا في Psychiatric lymphigoid هاي كله بروح فهمتوا علي وبيصير كجدار يعني بصير هذا مع اللي فوق كامل جدار البلستر وبالتالي تكون ثكر بتكون اثخن تمام نكمل في clinical eventually the blister rupture leaving يعني بالنهاية رح تنفجر وتترك محلها اللارج superficial ulcerated and denuded areas of mucosa إذن كبيرة سطحية تقرحية ulcerated denuded ما عليها جلد معراع of mucosa the ulcerated legions are usually painful طبعا هنا الألسر مؤلمة and persist for weeks وطبق الألسر لأسابيع إلى شهور إذا ما تم العلاج هذه الحالات نهتم فيها ونعالجها كل ما أبكر كل ما وقت أبكر كل ما الوضع سيكون أحسن وما تتفاق من مرض برسم أكثر this process is often seen diffusedly throw out the mouth but it may be limited in certain areas especially the gingiva يعني هي البروستس هاي من نشوفها مراتق مختلفة في الفم ممكن تقتصر فقط على الجنجiva gingiva involvement procedure clinical button يعني لما تكون الجنجiva involvement شو من نطلق على الجنجiva أو شو بكون مالها شو الميديكال تير ما شو الحالة الطبية اللي فيها Desequimated gingivitis أوكي نحلل المصطلح gingiva معروفة itis inflammation فالتهاب اللثة الشو D معناها إزالة Desequimative إزالة الطبقة اللي هي السيكوامس أوكي فبحث أنه هون كل يعني الإبيثيلية اللي بكون حكينا إيش رايح لأنه اللوكيشن بكون سب إبيثيلية فDesequimative gingivitis التهاب الجنجiva آها نظر أن إزالة طبقة السيكوامس إبيثيلية طيب هسا كمان بعد ما حكينا عن الليجينز اللي بدها تصير في الفهم بمناطقها المختلفة وصفنا لبلستر وصفنا جدران لبلستر فهمنا ليش إنها ثكر وإلى آخره رح نحكي عسا عن إيش أعضاء أخرى مثل العين وهو المهم عفكرا نركز في هذا المرض اللي هو ساكيتريش البنفيقويد ميوكس من برينبنفقويد مهم كثيرا نركز على العين هذه الأعراض هذه الأعراض ممكن نشوفها في حالات أخرى هذه الأعراض ممكن نشوفها في أمراض أخرى مثل إيروسفليكري بلانس وممكن نشوفها في البنفيقاس فلغاريس لكن بتكرارية أقلس هذا مهم أكثر شيئا ندير بلنا عليه نأخذ بعين الاعتبار من المشاكل اللي بسببها الساكيتريش البنفيقويد أو الميوكس من برينبنفقويد اللي هي أوكيولر انفولفمنت إنه الآن المرض يوصل للعين ويصير فيه كونجنكتفايتس 25% من المصابين 25% من المصابين بهذا المرض اللي احنا نحكي فيه حاليا ممكن يعملوا أمراض في العين يعني ممكن عين تصاب قبل العين الأخرى إذا ما اكتشفنا على بكير ما عالجنا على بكير رح يصير مع الأسف سكارنج و أدهيجن لاحظوا كيف العين صارت تسكر بالتدرج لحد ما وصلت لهذا المنظر تمام وبالتالي رح توصل لمرحلة فيها العمى وكيف هن المرض كثير معارض للعمى بينما بالمنفقويد بحسب القارس يصير فيه عند الوردكوش جنكتفايتس ولكن لا يكون فيها سكارنج فلا يخاف عليه من العمى آخر ثنتين بالكلينيكال فياتشر بحسب العمى طيب إن نشوف العمى باللارينكس اللي هي بالحنجرة مش شائع صراحة ولكن لو شفنا فهو خطير لازم يأخذ بعين الاعتبار ليش؟ لأن اللارينكس يعني مجرى هو تمام؟ اللي هي الحنجرة وبالتالي إذا صار لها الليجن ممكن يصير فيه Airway Obstruction تخيلوا فيه بلستر بمجرى الهواء أو بولا Patients who experience sudden change in vocalization vocalization جاي من vocal cords كلمة vocal cords معناها أحبال صوتية ففوكاليزيشن معناها صوت أو يعني نهي زي نبرت الصوت فلي بلاقي إن فيه تغيير بصوته or who have difficulty breathing أو تنفس صعب should undergo a laryngeoscopy وهي عبر عن جراحة بمايكروسكوب عشان نشيل مسبب هذا الاشي اللي هي البلستر اللي طالع أو البولا هك من خلصنا الكلينيكال فيهات شرز لفه سريع عليهم بسرعة بالنسبة للأverage age فهو 50 إلى 60 It is more common and female لتنسبة 2 إلى 1 Oral legions من وجوده في أغلب الباشنط في عندي مناطق ثاني غير الأورال Cavity اللي هي Conjunctive Nasal Cavity أو الأنف اللي هي المريء المريء الحنجرة والفاجينا الميوكوزة والسكن طيب المريء الحنجرة لا يمكن أن تكون المريء الحنجرة حسنا وصفنا البولا هنا إنها تنس وموجودة هذه الشغلات لجلد في 20% من المرضى الأورال بتكون بممكن أن نشاهدها ترى ليس مثل البنفيقاس في القرصة تنفجر مباشرة لأن البابرين هنا تمام بالمتع لأن البنفيقاس 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 في المنطقة تحت الآن سوف نرى كيف شكله يستمر بثيرجي. وبالتالي يكون الجدران ثيكار سترونجر. طيب. إذا انفجرت رح تترك ألسر لارج و سوبرفيشيال و دينودد. تمام. فإذا لارج سوبرفيشيال و دينودد. تمام. فإذا لارج سوبرفيشيال ألسر لارتد دينودد أليس أو ميوكوزا. طيب. الألسر لتأكيد مؤلمة. وإذا ما تعالج سوبرفيشيال. إذا الجنجفة تأثرت بهذا المرض. سوف نسميه طبيعا ديسي كوميتر جنجفيتس. وفهمنا ما يعني ديسي كوميتر جنجفيتس. وهذا البتن موجود في حالات أخرى زي إيروسيف ليكن بلينوس أو بينفكس فلقالس. لكن قليل ما يشغل بالبينفكس فلقالس. بعدين حكينا عن الأوكيغر أنه خطير خطير. 25% من المرضى. ممكن العين عندهم. العينين يصيبهم هذا الاشي. ممكن عنده أصاب قبل الثانية. إذا تركتهم. تعالج أنت بتترك scarring. والscarring يعمل بلايند نست. يعني بالأخير يصيبه عاما. اللارنجيال يعني نادرا ما يكون انفولف. ولكن إذا انفولف في الموضوع. وخطير. لأنه ممكن يصد مجال الهواء. إذا تلاحظ الإنسان في تغير في صوته. أو صعوبه في التنفس. لازم نعمل له عملية لانجيوسكوبي. هيك خلصنا الكلينيكال فياتشار. تماما. الهيستو بيثولوجيك فياتشار. زي ما إحنا شايفين. انه هون في انفصال. والانفصال هيو. ما في. يعني. هاي. هاي. هاي كونكتف. طيب. الانفصال هون. لما انفصلة الابيثيلية على الكنيكتف. البيسمنت ميبرين هيو. شايفين. مفصول. ماشي. يعني. لانه الانفصال من وين إجاه. الانفصال هون. في المنطقة السب ابيثيلية الفنفسخ. وبالتالي هاي كلها كجدار للبليستر. وبالتالي طبيعي انها تكون ثك. طبيعي انه جدار البليستر او البولا يكون ثكر. ثكر ذا من في كازف والقالس. طيب. البيوبسي الخزعة زي ما اتفقنا. برضو هون بري ليجينال. ما تأخذوها من الليجين نفسها. لأ من حول الليجين. شرحنا ليش. شوز شق. 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 بين. the surface epithelium. and the underlining connective tissue. فالشق هون لاحظين. السيرفس ابيثيليم كلها من شقة. كلها مفصولة. مع الباسمت ميبرين مع كل شي. مفصولة عن الكنيكتف تيشو اللي تحتها. اوكي. يعني من عند الباسمت ميبرين. ميلد. كرونيك. يعني في المنتور يصير نجد كمان خلايا مناعية عملية. ثم ينضح الخلايا ميكوزة. ذلك مثل. باختصار سوف يكون لدينا خلايا مناعية. بالسورفشي الميكوزة. تمام. كنا لدينا خلايا مناعية بالسورفشي الميكوزة. Direct Immunofluricence. الآن لما نعمل له Direct Immunofluricence اوكي. لغير ليجينال طبعا. اكيد رح ناخذ العين من حول الليجين. شو. أكون continuous linear band of المواد المشعة منعيا باسميت ميبران زون صراحة الـ داركت المنطقة منيح بساعدة ان اكتشاف 90% من المصابين لاحظوا ومنطقة الإشعاع هذه هي التي اعلمها انا الان طيب هذه هي منطقة الإشعاع طيب هذه كل هذه لاحظوا هذه المنطقة المشعة معنى هذا الكلام انه هاي المنطقة هي المنطقة اللي هاجمها الاوتو انتبادي هون وسبب انفصال الابيثيليال تيشو عند الاندرلائن كونيكتف تيشو طيب تمام the immune deposits consist of primarily immune globulin g and c3 although على الرغم من ذلك immune globulin a and m may also be identified شو حكينا بالمين في قصف والقارس قلنا immune globulin g immune globulin m and c component صح هذا وهذا وهذا هون g and c3 احيانا برضو احيانا ما من الممكن انها تكون also identified يعني ممكن يكون عنده a و m هذا مين هذا البنفيقويد اللي هو ميوكاس مبنين بنفيقويد اورسيكتريش البنفيقويد بيكون عنده immune globulin g and c3 واحيانا يعني may also be identified لهو the a and m all these immune reactants may play a role in pathogenesis of the sub epithelial physical formation كل هذول طبعا بيلعبوا دور بشكل يعني كل واحد بتلعب دور هالخاص فيها في تكوين الفيسيكل في منطقة السب epithelial كيف عن طريق انها تضعف the attachment of the basement membrane through a variety of mechanisms باختصار احنا هون بدنا نضعف قوة او يعني اتصال ال basement membrane مع ال underlying connective tissue او يعني انكولودنج شو الطريقة صراحة اسمها Complement activation with recruitment مع استدعاء خلايا التهابية بلتكيلة ريب الزتلية هنا باختصار قاعد بشرح للآلية اللي بدو يتم فيها اضعاف الرابطة بين basement membrane و underlying epithelium فبحكي لي هون انه اللهم اصلي على سيدنا محمد الامينوغلبيلين GUA و MC3 بلعبوا دور باختصار بضعف الattachment بين basement membrane و underlying connective tissue بمكانزم كثيرة احد المكانزم تتضمن شو يعني حفز النظام complement هذا اخدنا في المناعة بالتالي يتم استدعاء كأن الجسم بنادي خلايا منعية التهابية بالذات ما هي الخلايا اللي بنادي هذا الجسم اللي هي الخلايا اللي neutrophils طيب تمام بعد ما حكينا عن Direct Immune Fluorescence و حكينا انها منيحة تكشفها 90% Direct Immune Fluorescence Positive يعني بالعكس ما تكشف الكثير من 5 إلى 25% من المرضى المصابين تعطيني عنهم انهم مصابين تكشف الكثير من المرضى المصابين تكشف الكثير من المرضى المصابين طيب شو السبب اذا؟ السبب انه في الاطوانتيبوداز اللي يعملون المرضى موجودين بقلة في الدم فيعني مش سهل انك تكتشفهم صراحة عشان هيك هون Direct Immune Fluorescence For an Accurate Diagnosis لتشخيص أضاق بريليجينا خذ خزعة من بريليجين rather than the ulcerated legion ردت الدكتور عادت نفس المعلوم انه خذها من حول الليجين Okay Often the epithelium in the area of the legion is so loosely Okay so loosely attached that it strips off as the clinician attempts to perform biopsy غالباً الإبثيليم في المنطقة متصل بقوة وبالتالي ينفصل كل ما لكلينشين بإختصار يعني هون يعني منيح نأخذ الليجين من المنطقة الليجين نفسها السبب أن هذه المنطقة سيكون فيها بشكل خاص انفصال بين الإبثيليل تشو وما رح تغطينا نتائج واضحة ودقيقة أذر اللي تفلي لير كوندشنز كان ميميك بمفيقويد هستو بثلوجيكالي طيب الآن في عندي شغلات لأمام شوفها تحت المايكروسكوب كثير تشبه البمفيقويد ماذا؟ اللينيار إمينيقلبيلين بولاستيرماتوسيز أنجاينة بلوزا هيموريجيكا والأبدرمولايسيس بلوزا أكوسيتا إبدرمولايسيس بلوزا أكوسيتا كما نتذكر مرمعنا في المحاضرة الأولى ونحن ندرس بمرض إبدرمولايسيس بلوزا درسنا مرض اسم إبدرمولايسيس بلوزا فقط وكان سبب جيني وكان عبارة عن سيمبليكس وجنكشنل ديستروثيكو كندلر صح أو لا؟ وكل واحد يطفره في جينات معينة وعطتنا الدكتور ملاحظة أنه مختلف عن الأكوسيتا ونحن نتحدث عنه لاتر سيأتي الوقت اللي نتحدث عنه تمام؟ طيب فس كبل ما نبدأ فيهم راجع السريل هستوباثلوجيك فيتشر باختصار لاحظوا كيف الموضوع شامل للباسمينت ميمبرين مفصول كامل وهذا سبب أن البولا تكون جدرانها ثك هذا البيض الموجودة ستلاحظ كيف الأشعارة هي موجودة هنا لذلك يؤكد أن الموضوع في منطقة الباسمينت ميمبرين صار وأنها نسبتها جيدة 90% بينما الانداركت قليلة من 25% من 25% إلى 25% الميونوغلوبيولين مثل هم G وعند ستي سي ثي كومبوننت أحيانا يكون فيه A و M الميونوغلوبيولين A وم المبدأ أنه نحن نفكر رابط بين من المنطقة الباسمينت ميمبرين والانداركت قليلة عن طريق طرق معينة كثير من ضمنها الكمبيومنت اكتيفاشن ويتم فيها استدعاء خلايا التهابية بالذات لنيوترفيلز الآن سوف نتحدث عن شغلات تشبه هستوباثولوجيكالي البنفغويد مرة ثانية لينير إميونوغلوبيولين بلوسا هيموريوجيكا من اسمها هيموريوجيكا سيكون فيها نزف بلوسا أكوسيتا تمام؟ نبدأ فيهم بسم الله واحدة واحدة لينير إميونوغلوبيولين A plus dermatosis as the name indicates this is characterized by linear deposition of only إميونوغلوبيولين بالحالة السابقة اللي هي Psychiatricial bimphigoid منلاقي فيه deposition للG والA والM والC3 في هذه الحالة من اسمها إميونوغلوبيولين منلاقي فقط deposition للإميونوغلوبيولين Along the basement membrane أكيد على طول يعني نفس المنطقة اللي بيهاجم فيها المنطقة اللي حكينا عنه فوق برضو هون basement membrane بس شو اللي قلته انتيبودي اللي هو بس A فقط A تمام؟ Even though some cases of mucous membrane bimphigoid have immunoglobulin A antibodies linear immunoglobulin A polus dermatosis predominantly affects the skin and therefore can you be distinguished from mucous membrane bimphigoid يعني بحكيلك هون بالرغم من انه بعض الحالات لأن mucous membrane bimphigoid عندها أيضا immunoglobulin A antibodies الانيار التي نعلمها حاليا يدى المنطقة بولوس يمتلك أكثر أكثر ويأثف الكثيرا وهذا بميزه عن van mucous membrane bimphigoid لماذا؟ لأن ما تحدثنا عن van van المنفيجويد سأتحدث عنه أفوق يقولون هنا فقط في 20% من الحالات بينما المنفيجوين 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 بالعكس أحد أعراضه البارزة يصيب الجلد على النقيض من 20% من المرضى يصيب بيض الجلد الحال الثانية أنجينة بلوصة بلستر عبارة عن بلستر دم أحمر قرأ مؤلم بلوصة 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 و تطيب و تطيب معلومات جيدة عنها و أشياء مكان السوفت بالات أكيد إبثيليا باختصار نفس مبدأ الميونكس ممبرين بمفيجويد لأنه أصلا هي تبثولوجيك نفس المبدأ فأكيد ستكون سبب مبثيلي لكلفت بلوصة هذا ملاحظة جميلة ممتع باختصار سبب الانجنينا بلوصة ممتع لم يكن مناعي و لم يكن بسبب نزيف معين بلوصة مناعية هذه الحالة ليست مذكورة في محاضرة أغلبها autoimmune disease لكن هذه لا hematologic يعني أمراض في الدم ولا immunopathologic have been detected although the cause is unknown إذا نلاحظ السبب هنا غير معروف many patients history لما كانوا يخذ هستوري من المرضى وجدوا أنه لا يوجد شيء يثير للشكل غير أنه لا يوجد تراومة أو أنه يأخذ corticosteroid inhaler تمام نرجى بالحالتين اللي يشبه المنكس مبرينبينفوغوذ قبل أن نذهب للأخيرة لقد قالت لدينا immunoglobuline pylos dermatosis نحن متفقين يا جماعة الخير أنه بالميونكس مبرينبينفوغوذ لدينا immunoglobuline G وأحيانا تدرى A وأحيانا تدرى M avait니까 G هذا المرض صح هي هم مع C3 حسا لما نقوم بعمل المرض العادي الذي نقوم بعمل عندما نقوم بعمل المنفلوريسين يكون هناك مستخدم لكل هذه هذا فقط للامنونا هذا الذي نريد أن نفهمه كيف أميزه؟ عن السيكتريش البنفغويد أو المنفغويد هذا المرض يعني أشيع فيه أن يصيب الجلد بكثرة على النقيض من ميوكس مبليبنفغويد أو سيكتريش البنفغويد حيث هناك إصابة الجلد نسبتها قليلة وعشرين بالمئة فقط أنجانيا بلوس هي مريجيكة كثير واضحة مكفي إنها البوللة تكون حمرة وأشيع مكان السوفت بلت ربتر اسبونتيني واسلي وحلو إنها هيل without scaring وسبب مثيلة لكلفتنج is noted the microscope and the microscope وهو سببها ليس autoimmune disease باختصار لا هيمتولوجيك ولا pathological abnormalities have been detected السبب ليس معروف المرضى كانوا مع كالترومة ووخة كورتيكوستيرويد طيب أخر حالة حكينا عنها من الثلاث حالات اللي بيشبهوا السيكتريشة البيمفيقويد أو الميوكس من بلين بمفيقويد اللي هي epidermolysis pillosa من اسمها epidermolysis pillosa تحول في تحلل في طبقة الإبديرميس pillosa ستطلع بولا اكوستى مأخوذي من كلمة اكويرد معناها مكتسب طيب يعني بهم قوسين مش وراثي so immunologically mediated condition وهي برضو كلمة مهمة لما أحكي عنها شو immunologically mediated condition طيب characterized by auto antibodies directed against type 7 collagen the principal component of the anchoring febrils طيب الآن سوف أعجيكم بالضبط أين بصير لدي فعلا وضيفتها التثبيت وضيفة المعلومة الأولى وهي نمطها immunologically mediated condition ماشي مش auto immune disease يعني مش نفس الأمراض السابقة هاي لا immunologically mediated يعني هان الجهاز لنا يساعد منها تصير The Uncoring febrils play an important role in bonding the epithelium to the underlying connective tissue طيب As a result their immunologic destruction هذه التثبيت لما تدمر المنطقة اللي بتروحها هي of the skin للجلد والميوكوزة with minimal trauma لان احنا لما يتم تدمير هذا النسيج مع اي خبطة بسيطة سيصير فيه skin lesions و mucosal lesions اللي هي طبعا بولا The disease was named epidermolysis pellosa aquisita لانه aquisita because of its clinical resemblance to the inherited condition dystrophic epidermolysis pellosa يعني احنا سمينا باولا كلمة aquisita لانه مكتسب مش وراثي سمينا epidermolysis pellosa لانه مش متشابه في العيادة الاعراض في العيادة كثير متشابه ل epidermolysis pellosa بالاحرش هو dystrophic phase اللي احنا هتمينا فيه قلنا هو الفيز اللي بتظهر في ياتو عراض الفم هو الفيز يعني الوحيدة اللي بتظهر فيه عراض في الفم unlike the inherited disorders okay epidermolysis pellosa aquisita typically affects the middle aged حلو طب احنا يا ترا شو حكينا عن epidermolysis pellosa كنا نحكي بالdystrophic phase إذا وصل العشرين if he reached the second decade انه رح يعاني من واحد اثنين ثلاثة تمام إذا نستنتج انه ممكن يقوت قبل العشرين أما هون epidermolysis pellosa اكوستها ببدأ في منتصف العمر يعني على الاربعين على الخمسين سنة فهذا فرق جيد أيضا Oral legions are represent in nearly 50% of the cases The oral legions سوف نرى 50% من الحالات جميل Although such legions are uncommon in the absence of cutaneous legions غالبا The oral legions سوف تكون مش شائعة يعني مش شائعة انها تكون طالما مفيش كوتيني وس legions تمام مرة ثانية ابدأ الملاسس باللزع كوسيتا سبب الإصابة هو immunologically mediated condition تمام immunologically mediated condition characterised by auto antibodies directed against to type 7 collagen هذا له وظيفة كثير مهمة أو هو مكون مهم بالخيوط المثبتة بس خلينا نروح لتفريغ المحاضرة السابقة سوف أرجعكم بالضبط المكان ها 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 في المحاضرة السابقة هون إذا جهاز المناعة تعمل هون اوكي ايوه إذا صار في ضرر هون اب درماسس باللزع اكوسيتا طيب سبين كل جين of anchoring febrils ونستغل الفرصة ونراجع البيمفغز لاحظوا كيف البيمفغز سطحي عشان هيك البولا تعيتها بتكون جدرانها رقيقة لاحظوا كيف البيمفغويد اللي هسا نحن بنحكي فيها حاليا وين بتكون موجودة عند منطقة الباسمينت من بلين تمام طيب طيب لتريتمينت اند ابروغنوسيز العلاج وتحسن المريض طيب عندما شخصنا المريض بيلايت مايكروسكوبي عيني عادي طيب 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 سننتقل إلى Systemic Agents Systemic Agents such as such as Dabson or other Agents can be used لأن الحالات السيئة السيفير كورتيكوستيرويد سنستخدم له بلاس شو أكيد مثبتات مناعية وهو Immune Suppressive Immune Modulating Agents ننتهي هذا المرض نعطيه مراجعة سريعة لأنه صراحة طويل المرض ميوكاس ميمبراين بيمفيقويد ميوكاس ميمبراين بيمفيقويد هو عبارة عن ميوكوكوتانيوس أوتو إميون ديزيز طيب باختصار الليجين بتصير على باسمينت ميمبراين كومبوننت وسميناه بيمفيقويد وتفرق عن البيمفيقاس وهو بشبهها كلينيكالي بختلف كثير عن البروغنسز والهيستو بثالوجيكالي سميناه Psychiatricial وهي من كلمة سكار يصل للكلمة Psychiatrics من خاف إذنه من خاف إذنه الكونجنكتفه لأنه من خاف يصير عنده بلايندنس كل ما اكتشفناها بكل ما أحسن بالنسبة للمعامر 50-60 في الإناث 2-1 أكثر Oral legions are seen in most patients منشوفها في أغلب المرضى مناطق أخرى هي الكونجنكتفه نازل كافتي إسافيق الرنجي الميوكوزة عند السكن لاحظ هنا أنه الكوتانيوس ليجين مشكمون هذه معلومة مهمة ولكن البولة بدت تكون مجدودة وشرحنا ليش ونسبة الكوتانيوس ليجين 20% Oral legions begin as physical تبدأ على شكل physical أو بولة وممكن نشوفها clinically اللي حقها قبل أن تنفجر مع أنها في الأورال كافتي In contrast بمفيقاس طبعاً يعني هو بس بتتقارر لنا بتحكينا في البيمفيقاس ما كنا نشوف زي هالي بلستر لأنها كانت تنفجر ما كنا نلحق نشوفها أصلاً This is a Republic because بمفيقودي بلستر forms of un sub epithelial location ركزت لنا مرة ثانية أنه الركيشن sub epithelial وبالتالي الجدار بيكون ثكر شكل الليجن بيكون large superficial ulcerated and denoted areas of mucosa وهي أكيد بتكون بانفول وقد تستمر لأشهر وأسابيع إذا لم يتم معالجتها إذا كانت الجنجيفة بيكون اسم الريجن DC committed gingivitis بعدين حكينا عن العين وإنها The most significant complication لازم نهتم فيها كثير منيح 25% من المرضى وممكن تكون تبدأ بعين بعدين تلحقها العين الثانية إذا لم تتم اكتشافه بشكل مبكر ممكن scarring and adhesion وبالأخير يصير في العماء لذلك نحكي في التريتمينت ركزنا على المضوع أنه موضوع أنه يديها على مباشرة حتى لو كانت المريضة أو المريض ما بشكي حتى لو كانت ما بشكي من مشاكل في النظر بعدين حكينا أن laryngeal legions قليلة لكن إذا صارت فيه significant ويجب أن نهتم فيها ونشيلها وأن patients change in vocalization أو difficulty in breathing يجب أن نعلم لهم laryngeoscopy بعدين نذهب إلى histopathological features بخصص أتمنى لأن من المبينة من المبينة من المبينة وضع الحصول الاميون ولكن المبينة قبل المبينة واميون قبل المبينة ضع وشتركنا الآلية والإدريكت بحقًا فقط 25% فهذا كمية اتمنى لاسبة التحقيق نريد طبعًا المناسب الريجن بريليجينال من حول الليجين وبعدين حكينا عن حالات اخرى بتشبه البنفيجايد هستو بثلوجيكالي وتعلمنا كيف الميز بفيهم الحال الاولى لينجر امنوغ البلوس درماتوسيس اشياء اشياء واسهل اشياء عشان الميز بينهم ان الجلد هنا كثير هايو بحكيلي هون بريديموننت لأفكت السكن بشكل كبير وهذا اشي كثير حلو عشان الميز بينهم الميوكس مبريم بمفيجويد وانه الاشياء هون بيكون بخص الامينوغلوبيولين انجينة بلوسة هيميروجيكا اصلا يسهل جدا التمييز فيها مهم انها تنفجر لحالها سببها لا مناعي ولا سبب اهمتولوجيك اشي بتعالق في الدم اغلب المرضى كان ياما خذ تروميا كورتيكوستيرويد انهيلر يوزر بعدين حكينا الابدرمراسس بلوسة اكوسيتا وذكرنا الابدرمراسس بلوسة انه سبب هجينيا سببها مناعي اي منولوجيكا الاميدياتي الكندشن اوكي تمام اللهم اصلي على سيد المحمد هيا اهم الشغلات عنها اورال ليجينز او ربريزنت نير ل 50% طبعا اوكي ايش حكينا كمان التذيز واز نمد ؟ اوو شرحنا اسمينا اب درمولاسي سبيلوزة واشرحنا اسمينا بأنه مقتساب اب درمولاساس بلوسة او اب درمولاسي سمينا الابدرمواس تتحلل فيها طبقة الإبادرمس بعدين حكينا عن اطلاع و هذا يجب أن نفعله سواء كان مريض بشكي من عينه او ما بشكي طيب خلينا نتابع If the patient is experiencing symptoms at other anatomic sites يجب أن نحاوله الأخصائي المناسب عشان يعالج حالته طيب طبعا لأنه المرض heterogeneous بسبب مريض حالته يتنوع من مريض لمريض حسب الحالة و حسب الانفذر و الى آخره لأنه قلنا كمان في ثلاث حالات مشابه إلو Treatment must be individualized depending on على اعتماده على كيفية الحالة تستخدمي وكيفية المريض و قلنا الوضع حسب وضع المريض إذا وضع عادي نستخدم loutopical agents إذا ما نفع بنستخدام Systemic وستيفير كيسز المستخدام له كورتيكوستيرويد مع Immune Suppressive Immune Modulating Agents هكذا يكون هذا المرض والله يعطيكم العافية